في الحرب العالمية الأولى اجداحت بلاد الشام أسراب هائلة من الجراد وأدت إلى وقوع مجاعة حصدت أعدادا كبيرة من الناس ولكن كان في قرية داريا بالغوطة مزارع واحد بقي بستانه أخضر اللون وأشجاره وارفة وثماره يانعة ولم يقترب منها الجراد معض الأهالي رفعوا شكوى إلى الحاكم في دمشق ضد صاحب البستان بحدة أنه يملك مبيدا للجراد ولم يطلع عليه أحد فأرسلت السلطة قوة عسكرية لمعاقبته واجتمع الأهالي يريدون الانتقام منه وقال له الضابط لماذا أخفيت مبيد الحشرات عن الناس وعن الدولة أنت أنني وتستحق العقاب ورفع السوط يريد تأديبه فقال له المزارع إن الدواء الذي أستعمله كل الحاضرين يعرفونه ويرفضون استعماله قال الضابط وما هو هذا الدواء؟ قال المزارع إنه الزكاة يا سيدي قال الضابط وهل يفرق الجراد بين بستان من يزكي وبستان من يمتنع عن أداء الزكاة؟ قال المزارع جرب بنفسك يا سيدي فحمل العساكر الجراد من البستان المصاب إلى بستان المزارع مرات عديدة فكان الجراد يفر منه في كل مرة وعندما شاهد المزارع علامات الدهشة على وجوه الجميع ذكرهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة وحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا وحديث كل مرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس إن الزكاة التي هزمت الجراد قادرة بعون الله أن تهزم فيروس كورونا فالله خالق الداء وهو خالق الدواء فهل نستطيع الأخذ بالأسباب واستخدام هذا الدواء؟ أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا